قال عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ما قال مثل دبيب النمل قال أخفى من دبيب النمل بالله عندما يكون المرأة جالس وتمر من جنبه نملة أيشعر بهذا الدبيب قال الشرك أخفى من دبيب النمل هذا أيضا مما يوجب الخوف قال ألا أدلكم على شيء إذا قلتم أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة قالوا بلى يا رسول الله أرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغطرك لما لا أعلم هذه دعوة عظيمة احفظها وحافظ عليها وأيضا اكسب الأجر أهدها إلى زملائك وأصدقائك وجيرانك وقرابتك كلما دعوا بهذه الدعوة نلت بذلك أجر الدلالة فإن الدالة على الخير كفاعلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر